وَكَالَ الْحُبُّ لِلْقُرْآنِ رَائِدُنَا وَمَا نِلَّا الْأَمَانِ الْبِيضَ لَوْلَاهُ أَتَذْكُرُ كَمْ تَزَاحَمْنَا نُرَتِلُهُ فَعَلَّمَنَا إِخَاءً مَا نَسْعِنَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه فربنا أهل لأن يحمد وأهل لأن يعبد وأصلي وأسلم على خير أنبيائه وخير رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا في أستهل هذا اللقاء من برنامج ورتلناه ترتيلا أن نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن نشرع إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة في الآيات التي سنبدأ بها إن شاء الله وهي الآية 127 من سورة البقرة في أول صفحة 20 إلى نهاية الصفحة 134 بإذن الله وإذ يرأى الآية الأولى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أيها الإخوة والأخوات هذه الآيات الكريمات البينات من سورة البقرة وهي في ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام هو إمام التوحيد وهو الرجل الأمة الذي سماه الله تعالى ووصفه بهذا الوصف العظيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا سماه الله أو وصفه الله بأنه أمة لأنه قد اجتمعت فيه صفات الإمامة فكان بمثابة أمة من الناس وإبراهيم عليه السلام أصبح إماما لكل من يأتي بعده وكما ذكرنا في الحلقة السابقة فإن الله عز وجل قد ابتلاه وامتحنه بابتلاءات مختلفة متنوعة كان من آخرها أنه أمر بذبح إسماعيل عليه السلام فامتثل لأمر الله عز وجل فجعله الله تعالى إماما ومن جملة ما أكرمه الله تعالى به أنه أعاد بناء البيت الحرام فإن البيت الحرام في مكة هو أول مسجد وضع في الأرض كما في حديث الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي مسجد وضع في الأرض أول قال مسجد الحرام قيل ثم ماذا قال مسجد الأقصى قال قلت كم بينهما قال أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن الخير فيه فإبراهيم عليه السلام أسكن أم إسماعيل وإسماعيل بذلك الوادي الذي لم يكن فيه زرع ولا ضرع ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم تركهما وذهب فحصل ما نعلم وما تعلمون من قصة نفاذ الماء فأكرمهم الله تعالى بزمزم ثم جاء بعد حين إبراهيم عليه السلام وقد كبر ابنه إسماعيل وذهب في رحلات أصبح يرتحل ما بين مكة والشام حتى أذن الله تعالى له برفع القواعد من البيت الحرام وهي الآية التي بدأنا بها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قواعد البيت بوأها الله تعالى لإبراهيم وإذ بوأنا أظهرنا لإبراهيم مكان البيت فكانت السيول وكانت الأرض قد طمرت تلك القواعد وتلك الأصول فما كان أحد يعلم أين هي أين هو موضع البيت فأظهر الله تعالى القواعد لإبراهيم فبنى حيث كانت القواعد هو وإسماعيل عليه السلام وهو عمل عظيم من أشرف الأعمال أن يقوم هذا الإمام ببناء بيت الله الحرام يشاركه في ذلك ولده إسماعيل فهما قد وهما يقومان بهذا العمل الصالح يرجوان القبول يعني يجمعان بين الرجاء وبين الخوف وهو عمل صالح وهذا فيه التوسل بالعمل الصالح وأي عمل صالح أشرف من هذا العمل أنهما يبنيان الكعبة التي سيتوجه إليها الناس وستحج إليها الخلائق فاهتبل هذه الفرصة وسأل الله تعالى القبول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فسأل الله سبحانه وتعالى القبول وهكذا الإنسان إذا أكرمه الله تعالى بعمل صالح لا ينبغي لا ينبغي أن يعجب بعمله بل ينبغي أن يخاف من عدم القبول فيسأل الله دوما القبول كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا أي من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أي خائفة من عدم القبول وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين يعني يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى مع العمل أن يتقبل الله عز وجل منه فالله سميع عليم يسمع أقوالنا ويرى أعمالنا فهو سبحانه وعز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل فالله عز وجل وعد وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما لا يخاف ظلما أننا يعني لا نعطيه حقه بل ولا حتى ننقص شيئا من من عمله الهضم فلا هضما ولا ظلم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك سأل الله سبحانه وتعالى الإسلام وهو أشرف ما يكون عليه الإنسان فسأل الله عز وجل الإسلام وسأل الله تعالى أن يكون هذا الإسلام ماضيا في ذريتهما أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا سأل الله تعالى رؤية هذه المناسك وذلك إما بالمشاهدة وإما بالتعليم والوحي إليهما والمراد بالمناسك عموم الأعمال الصالحة وقيل أعمال الحج خاصة فإنها يعني يطلق عليها اسم المناسك وإن كان أصل أصل النسك هو التعبد وأرنا مناسكنا وتب علينا يعني تجاوز عن تقصيرنا فالإنسان مهما عمل من الصالحات ومهما يسر الله تعالى له هذه الأعمال الصالحة فإن التقصير حاصل حاصل فالإنسان تقع منه الهفوات والزلات فلذلك سأل الله تعالى التوبة إذا كان هذا هذا الطلب للتوبة من هذين الإمامين فكيف بحالنا نحن المساكين الذين تقع منا الهفوات والزلات والغدرات والفجرات وغير ذلك مما لا يعلم به إلا الله جل جلاله فأولى بنا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى ونحن نعمل الأعمال الصالحة قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا أجمعين ربنا وبعث فيهم رسولا منهم أيضا من أعظم ما كان في هذا المقام مقام بناء البيت الحرام سأل الله تعالى خيرا يكون في مستقبل هذه الأرض تلك الأرض مكة وهذا من حرص هذين الإمامين على نفع الناس في المستقبل وهكذا الإنسان دائما يعني طموحه لا يقف عند أجله فإبراهيم عليه السلام له أجل وإسماعيل له أجل فهما يسألان الله تبارك وتعالى أمرا عظيما يأتي بعد آجالهما وبعد انقضاء عمرهما في الأرض بحقب طويل ربما لكن انظر هذا الدعاء استجاب الله له استجاب ربنا وابعث فيهم ما هو هذا الدعاء ربنا وابعث فيهم رسولا يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيم انك انت العزيز الحكيم سأل الله تعالى الرسول وسأل في هذا الرسول مواصفات عظيمة وقد استجاب الله فعلا ذلك فبعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم دعوة أبي إبراهيم فإبراهيم عليه السلام سأل الله عز وجل أن يبعث فيهم رسولا يطلو عليهم آياته وهكذا هنا في فائدة عظيمة الفائدة هذه مهما كان بيت بناء المساجد ودور العبادة الصروح العبادة مهما كانت فإنها بحاجة إلى الداعية إلى الإمام الذي الذي يقوم بمهمة تعليم الناس فهذا البيت الحرام على شرفه وعلى مكانته فإبراهيم عليه السلام يسأل الله عز وجل أن يعقب عملهم هذا في مستقبل الأيام بمبعث رسول يعلم هؤلاء الناس يقوم بهذه المهام وهذه الوظائف يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يربيهم على الآداب الفاضلة على الأخلاق العالية فهذا فيه الحرص على الدعاة أن يكون في الصروح العبادة وفي المساجد وفي الأبنية التي نقوم بإنشائها لتربية الناس لا بد من إيجاد المعلمين الذين يقومون بمهمة تعليم الناس ثم جعل الله عز وجل لما ذكر ذلك عظم الله تعالى شأن إبراهيم وقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه يعني جهل نفسه فكل من رغب عن ملة إبراهيم وادعى أنه على دين أفضل من ملة إبراهيم فهو جاهل بمصلحة نفسه ممتهن لها لبعده عن الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه السلام أيضا يعني ذكر الله عز وجل المبينا عظم هذه الملة عندما قال وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وصاهم بماذا وصاهم إن الله اصطفى لكم الدين اختار لكم الملة التي تحييرون عليها وتموتون عليها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الإسلام الإسلام فالله اختار لكم هذا الدين وما اختار غيره كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم ذكر الله تعالى واقعة وقعت لي يعقوب عليه السلام في وفاته عندما حضرته الوفاء جمع أبناءه فسألهم هذا السؤال العظيم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون وهذا فيه حرص الوالد على صلاح أولاده وفيه الوصية وأن أعظم الوصية ما كان متعلق بالتوحيد والدين وفيه أيضا التأكيد على القضايا الكبرى مهما كانت بدهية أو واضحة أو يظن الآباء أنها واضحة فالاستيثاق من ذلك والتأكد من كون الأبناء على الجادة فهذا مطلب من مطالب التربية على الإيمان والإسلام فيعقوب عليه السلام سأل أبناءه سؤالا ربما يتعجب ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي كم واحد من الآباء عندما تكون وصيته لأبنائه أن يكونوا على التوحيد ويسألهم هذا السؤال يا أولادي من إله الذي ستعبدونه من بعدي ليؤكد لهم قضية التوحيد والتوجه إلى الله عز وجل وحده وعدم الوقوع في الشرك يعني هذه القضية يعني يستهين بها كثير من الناس ولا يلقون لها بالا وهي قضية جوهرية يعني إبراهيم عليه السلام يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام سبحان الله إمام التوحيد يخاف على أولاده أن يعبدوا الأصنام وهي القضية الكبرى يعني اليوم بعض المسلمين يقولون يعني كيف مسلم لا يعبد الله عز وجل القضية هذه قضية معروفة وبدهية ومعلومة عند الناس ويستهينون بها ولا يعلمون أن هذه القضية يعني نقضها أناس بعبادة غير الله ممن يدعون الإسلام فصرفوا عبادات هي لله صرفوها لغير الله عز وجل فإذن القضية هذه قضية كبيرة يجب أن يؤكد الأباء عليها يعني أبناء أبناءهم أن يحرضوهم وأن يحثوهم وأن يوصوهم بهذه الوصية العظيمة أن يكونوا على التوحيد إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت بحسناتهم بأعمالهم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فلا أنتم الذين تتحملون ذنوب السابقين ولا كذلك أيضا يعني تأخذون من حسناتهم وتنتقصون منها فإنما لكل إنسان عملوا لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وهذه الآية تصلح ردا على كل من يعني من تفاخر بالآباء وأمجادهم ثم كان عمله على خلاف ما هم عليه فلا ينفعه هذا الفخر ولا ينفعه هذا الانتساب مهما كان مثلما يعني تفاخر اليهود بانتسابهم إلى موسى قال أنهم من أبناء أنهم من يعني الأحفاد أولئك الذين كانوا معهم ما قيمة هذا هذا الانتساب وهذا الفخر بالانتساب إلى أولئك العظماء إذا كانت الأعمال على خلاف الحق على خلاف الهدى لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أيها الأحبة الكرام نفتح الآن باب المشاركة إن شاء الله تعالى فنبدأ لإباء محمد السر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُوا اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَاشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغِيًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغِيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشْشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِمْ طيب إباء جزاء أحسنت على القراءة الملاحظة يعني لا بد من الالتزام في المنفصل بوجه واحد يعني انتباداتي مثلا بالقصر أو بالتوسط تستمر بالتوسط يعني ما تجعله مرة توسط مرة قصر الملاحظة الثانية لا بد من المد المتصل بمقدار أربع إلى خمس حركات فباءوا بغضب على غضب فباءوا وش فباءوا بغضب بعدين إذا وقفت بغضب على غضب قلقلة الباء من فضله إذا وقفت تسكنين ولا يصلح أن تقفي على متحرك المشاركة الثانية ابتهال زيادة بسم الله الرحمن الرحيم ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر الفسنة وما هو بمزحكه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ابتهال أحسنتي بارك الله فيك لكن كان الأولى أن تقرأ الآية قبلها ولي يتمنوا يتمنوا ماذا يعني الآية قبلها كان الأولى وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحْدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا أَلْفَ سَنَةِ وَمَا هُمْ مُزَحْزَيْهِمْ لَعْذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرُمْ مَا يَعْمَلُونَ فَأَلَّا أَيْضًا وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا وَلَتَجِدَنَّهُ أَحْرَصَ النَّاسِ على حياتي ومن الذين أشركوا يَوَدُّ أَحْدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا كأني سمعت الرَّا مُرَقَّقَة لا الرَّا مُفَخَّمَة يُعَمَّرُوا طيب المشاركة الثالثة رحيق هاشم رحيق هاشم وَإِذَا غِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَرَ اللَّهُ غَابِ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْمَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَسُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَذِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ طيب رحيق جزاك الله خيرا فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فلابد من قلقلة الألقاف تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مَدَّا مُتَّصِلْ من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَا قَدْ جَاءَكُمْ أيضا قلقلة في الدال فالدال على قراءة حفص معه مظهرة عند الجيم ولذلك نقرأ وَلَا قَدْ فَنُصِّلُوا مَا بَيْنَهُمَ بِي فالظهور يكون بالقلقلة لما تقرأ وَلَا قَدْ جَاءَكُمْ وَلَا قَدْ جَاءَكُمْ طيب المشاركة الرابعة إلهام عباس نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إلهام حسنتي على القراءة قرأت من سورة الإنسان وتتميز هذه السورة بالراءات خاصة في فواصلها وهي مفخمة قمطريرا ونحو ذلك فأدت إلهام أداءا جيدا في تفخيم الأراء وأيضا بالنسبة للنطق ببعض الأحرف المهمة التي يراعي الإنسان فيها المخرجة والصفة مثل الضاد في فضة وأيضا خضر فأحسنت يعني في قراءتها وأدائها أيها الأحب الكرام نعود إلى الآيات ولكن للحديث عن بعض الأحكام أحكام التجويد قول الله تعالى وإذ يرفع وإذ تتكرر كلمة وإذ قال الذال يجب أن ننتبه في الذال إلى أنه حرف مجهور بمعنى أن النفس عندما ننطق به لا بد أن ينحبس ولكنه في نفس الوقت هو حرف رخو بمعنى الصوت يجري فلا بد من حبس النفس ولكن الصوت يخرج إذ فلا بد وهو حرف مجهور فلذلك لا بد من الأمرين معا وإذ يرفع الراء مفخمة وإبراهيم أيضا الراء مفخمة إبراهيم طبعا كذلك أيضا الراء في ربنا ما نقول ربنا ربنا نعم تكررت كلمة ربنا كثيرا فكلها الراء فيها مفخمة لأنها مفتوحة بخلاف مثلا ذريتنا ذري الراء هنا مرققة وكذلك أيضا أرنا الراء هنا مرققة فإذا لو كانت إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهي مفخمة وإذا كانت مكسورة فهي مرققة أيضا ننوه إلى يعني في التفخيم أيضا في قوله تعالى لرب العالمين فهنا لرب الراء مفخمة وقبلها كسر لكنها هنا لأنها مفتوحة فلم يؤثر هذا الكسر يعني فيها فلا بد أن تكون ساكنة وقبلها كسر أصلي وقبلها كسر أصلي نعم في كلمة واحدة هذه بعض الأحكام التجويدية التي ينبغي أن ننتبه إليها إن شاء الله تعالى ونختم بالمشارك الخامس خطاب عبد العظيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قداما فلا تبتيف بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مروا عليهم لهم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم خطاب جزاك الله خير على المشاركة فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه دائما الإضغام بغنة لأنكتفي بحركتي الغنة لا نزيد على هذه الحركتين لأن بعض الناس أحيانا من أجل النغم أو الصوت يحاول أن يزيد في الغنة والغنة من سماة النغم الحسن لكن ينبغي أن نتقيد بمقدار حركتين وكذا الحال بالنسبة للمد أن بعض الناس حتى يمد المد الطبيعي الأصلي أكثر من حركتين لحاجته إلى موضوع النغم نحن نضبط النغم أو اللحنة أو تحسين الصوت نضبطه بالتجويد لا نسير بأحكام التجويد إلى النغم وإنما نأتي بالنغم إلى التجويد إلى أحكام التجويد فلابد من التقييد بمقدار حركتين كذلك مثلا يعملون ونحن ذلك أيضا بمقدار حركتين وأيضا الخنخنة لا نأتي بالخنخنة الخنخنة إدخال الغنة في حرف المد يعملون مثلا نقول يعملون لا نقول يعملون هكذا بإدخال الغنة هذا يسمى الخنخنة أيها الحب الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى في ختامها أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن يجعلنا وإياكم ممن يقيمون حروفه وحدوده ونحمد الله تعالى على نعمه وآلائه صلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أمان البيض لولاه أتذكر كم تزاحمنا نراتله فعلمنا إخاء ما نسعنا